السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة دي دوسامدي هالنهار ان شاء الله نقدر لكم واحد ادواء اللي كيستعملوه في هات البلاد اللي انا فيها يعني بكثرة و انا حاولت اني نسول على هادواء خلينا من تسمم الدموي وتسمم المعاوي الاسهال يعني الامراض اللي احنا سبقها اهضرنا عليهم كان واحد الامراض اللي كنت ستعملو فيهم الانتيبيوتيك مثلا كيبقاي يموت الارنب بدون اي سبب ومني كي يعني كيبقاي تبغيتي تزوث كيسين منو واحد المار مهم كيبزاف دي الامراض اللي غريبة اه فهد البلاد هذي احنا في المنطقة الشرقية من المغرب اه يعني الناس كيستعملو بزاف واحد دواء وانيا يعني مكان ما نحاولش ندير اي دواء نجيبوه ولكن منين سولت لقيت ان الناس كلهم داروا هادواء وهو قللك فعال اه يعني في الحلقة انا مدرسوش ولكن انا بغيت نقول لكم في الحلقة هذي كالسفسار وشوفوا انتوما واش انتوما كذيروه هدروا معي في الكومنتر ديالكم هالدواء وهو الكافور الكافور التمن ديالو رخيص يعني باكية فيها يمكن فيش عشرين حبة ولها كدير اه تنية درهم الكافور معروف انه كيديروه مبيل الحوايج باش ما يعني الحوايج ديال الملابس باش ما يعني ما يضيعوش لكتودينو في الماريو مثلا الحوايج ديال المشتة ديال الشتة ما يعني بغيتهم يبقوا في يعني في البلاسة ديالهم يعني وما يتلقوش ديك يعني ما يضيعوش وما يكيقوش واحد الخضورة بين يعني واحد الفطريات كتتكون ما بين يعني الحوايج اسمو كيديرو هادك كيديرو الكافور كيخشي واحد يعني كوريات بيضاء كتلق واحد نوع من الرائحة انا ما كتش عارفو باللي راه دواء ولكن هنا هاد الناس ديال هاد البلاد هادي كيستعملوه لجميع انواع ديالالانيب يعني ام البلدي او الرومي او الكروازي حانا هنا هنه ها في هذا البلاد هدا عندنا بزّاف ارانيب ديال الكروازي يعني الكروازي اللي مخلط ما بين البلدي والرومي اذا اسمو كيديرو كيشدوا هاد الكافور الكافور هو عباره عن كوريات كي ديروا مثلاً الطاصة بحال هذي مثلاً طاصة دي الماء طاصة دي الماء كي ديروا فيها حبة حبة مع الماء بس ما كي وقع لهذه الحبة أنها مع المدة كتقد دوب كتقد تحلل في الماء يعني الأغلبية دي الناس يعني في الموسم دي المرض يعني تسمهم دي الدموي وتسمهم المعوي والإسهالات يعني قاعد الأمراض اللي بدون سبب تسمهم يعني يعني كي الناس اللي جاهم الأمراض ديال الالتهابات ديال الرئة عود كذلك كلهم كي ديروا في هذا البلاد كي ديروا الكافور هذا الكافور أنا درت هذه الحلقة كالسيفسار بغيث اللي كي دير هاد الدوهاده يعني يتصل بنا في الكومنتر ونهضروا على هاد الدوهاده وش فعلاً أنه ممكن أنه يحمي الأنانيب من جميع الأمراض تخينوا قللك كين اللي ما كي دير تأ يبرى اللي ما كي ديرش كيني برافاك اللي احنا ما هضرنا عليها تسمم الدموي ما كي دير لها تسمم معاوي ما كي دير لها فيتامينات وقالوا كي ارتوغي الخبز جاف كارم وكي ديروا هاد الكينة هادي ولمدة عام ما كي جيهم لا أمراض لا قللك حسن الأمراض دياله يعني الحرارة ما كتقش تأثر عليهم الحرارة بوحد الشكل بحلي أثرت الحرارة في هاد العام هذا إذا سبحان الله يمكن أنا ما ديرش هاد الدواء يعني ما كي نقول لكم ديروه وإنما وسمسوا الكافور الكافور كي عندو واحد رائحة مجهدة الناس اللي كي ديروا هاد الدواء وشافوا هالفيديو أنا راه أن الإشارة باش نجاوب على التعليقات ديالكم ونهضروا على هاد الدواء هذا وش ممكن أنه يحمي هاد الأرانيب من جميع الأمراض ماشي غير مرض واحد وإنما جميع الأمراض إذا يعني ضروري أنكم اللي شاف هالفيديو يهضر معانا باش نكونوا يعني برحمة الوالدين نوصلوا إحنا يا أنا كفاء في القناة ديالي كنحاول نعطين للناس ونبحث على جميع الظروف ديالالقصربية ديالالأرانيب ونفيد الناس بمعلومات إذن لي عندو هاد المعلومة دياله الدواء ديالالكافور يهضر معايا في اللي كومنتير ونشوفو واش فعلا هاد الدواء خدام أو مخدامش إذن حلقة ديالنا راه سهلات نازل الناس لماذا ما يشاركوش معانا يشاركو معانا تكيو على زير جيم متنسوناش بالزير جيم باش تساندونا والقناة تزيد القدام وتكيو على زير الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة